لم يهدأ السودان ولن يهدأ كما يبدو في ظل الأزمة السياسية التي تحاول الأطراف لملمتها وخصوصا بين الجيش السوداني والقوى السياسية والتيارات الحزبية وكبادرة لإنهاء المخاض وقع القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني وتضمن الاتفاق أربعة عشر بندا أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي الوثيقة الدستورية لعام 2019 اعتمدت كمرجعية رئيسة خلال المرحلة المقبلة مع ضرورة تعديلها بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات بعيدا عن التشعبات الحزبية والمناكفات التي تعكس ظلالها السلبية على البلاد من الناحية الأمنية والاقتصادية الضغوط الدولية على البرهان هي من دفعت إلى هذا الاتفاق وخصوصا بعد أن انتقلت تداعيات الأزمة إلى الشارع وسادته حالة من الفوضى والتوتر الأمني كما كان الحضور الشعبي السوداني دور في مراقبة الأحداث الجارية وتأكيد وجوده كفاعل أساسي لا يمكن القفز على مطالبه الثورية التي كانت الطريقة لإحياء الحياة السياسية بنود الاتفاق الجديد تعد مقدمات لإصلاح سياسي لن يؤتي ثماره إلا في حال تطبيقه عن طريق نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة في الموعد المحدد دون أي تأخير مراقبون يرون أن الضامن الحقيقي لإتمام المهمة السياسية هو تحديد صلاحيات الجيش وعدم إقحامه بشكل كلي في مفاصل الدولة وإعطاء السلطة القضائية صلاحيات يخضع لها الجميع ضمن عقد سياسي واجتماعي بعيدا عن التأثيرات الخارجية والمصالح الحزبية